في سؤال بقى كان منتشر على جروبات البنات كده على السوشيال ميديا بيقول هو احنا ممكن نكون صحاب انا وحبيبي السابق ولا لأ طبعا الاجابات مختلفة وكل واحد ليه رأيي في الموضوع ده بس لما حبينا ناقش الموضوع لقينا ان فيه اراء بيقولها متخصصين في العلاقة العاطفية والزوجية ولقينا ان الاجابة اه بس ده بيتوقف على مجموعة بس تغربت انه بيقوله اه بس انا ضد اه مجموعة يتوقف على مجموعة من الاسئلة لازم الاول نجاوب عليها بنا وبين نفسنا زي مثلا مر قد ايه على الانفصال ده وانتي يعني دلوقتي بيليك حياة حياة ولا ولا لسه يدوب سايبين بعض مبارح ايه رأيك يا هب انا كعاطف مبسطة مبيرو اه ده بصراحة يعني واضح ان ايه الموضوع يعني فيه جبر خطر بقى لناس مثلا طيبة على نياتها هو بالتأكيد وما تخديش مني البنت النهاردة اللي قصة الحب انتهت بينها وبين شخص ما وحريصة قوي انها تسأل ينفع يبقى صحابها لا لا مش طيبها للظروف للأحداث للوقت للزمن معنى كده ان هي لسه جواب قلبها حتة وبتدور على اي ربطة بينهم او هو بيحاول يتصل بيها فبتشوف ينفع ولا لا انا ما بقى شوف كنها وفاة من الموضوع انا مش مع فكرة خليه في الفريند زون بقى ما كنا بنحب بعض ونبقى صحاب لا اصبعنا ولا السؤال بتقول ايه السؤال منتشر على جروبات البنات بصي ما فيش بنت مش هدمغها واحدة تفرق معها ان هو بيتصل وعاوز نبدأ للصحاب بعد ما سيبنا بعض ولا لا كون البنات او بنت بتسأل وبتدور على الموضوع دي وجهة نظر الشخصية برضو نهارده وجهات نظر الشخصية كترة قوي بتدور على الموضوع وبتسعى انها تعرف ينفع ولا لا او ما ينفعش ولا لا معنى كده ان هو لسه جواها في حاجة ناحيته وعاوز اي ربطة بينهم اما بقى في حالة لو هي بقت متجاوزة وليها بيت وحياة ما فما ينفعش السؤال اصلا الا بقى لو يعني الظروف الاجتماعية جمعاهم من سبب ما وهو ليه بيت وهي ليها بيت وجزء هيكون عارف وموافق وقابل ومفيش حاجة مستخد بيها خالص ولا حتى سواحها بيتش ما تجاوزتش هو تجاوز وهي تقولك ده نفضل اصحابه هتفضل زي الشوكة في ظهره هنعمل بقى زي كاميلة وميراته ورغم ان متجاوز ملكة الجمال الكون ديانا لكن حياتها بوزت بسبب العلاقة القديمة الا لو ميراته الجديدة هي اللي بتسعى ان هي في بينهم ودي حاجة نادرة جدا يا احنا مش عايشين في عالم الخيال بتسعى لانهم مثلا جيران ولا فيه قربة بينهم ولاد كان ولاد خالة ولا ولاد عامة والزوجة زوجة هذا الشخص موافقة وبتسعى وهي اللي عاملة الصداقة دي ومن خلالها ممكن لكن غير كده يعني تقول دي صداقة بس مقننة وجوه الاسرة وجوه مع الصحاب لكن يكلمك ويبعتلك رسائل نص الليل واصلحنا اصحاب وعملة ايه والعواطف دي كل ده كلام فاضي ومداخل الشيطان لا هيعرف يعيش حياتي يا بنتي ولا انت هتعرف تعيش حياتك مع حد ما ينفعش ولو اني بشوف وانتي برضو يمكن تستغربي الجيل ده بيبقوا سايبين بعض وخارجين هما الاربعة عادي يعني اتنين كانوا عارفين بعض وبيخرجوا هما الاربعة عادي ولا هو غيران عليها ولا هي مش فهمة يعني مش فهمة والله العظيم بسي يقولك اصحنا كنا مع بعض في مدرسة واحدة ماشي اصحنا ده زي اخويا ما هو ده وانا فيه شروط معينة او استثناءات معينة لو انتم مثلا بقالكم عشرين سنة اصحابهم اتربيين سوا والاطراف الجديدة اللي دخلت حياتكم موافقين على ده والموضوع كله في العالم كوش حتى رسالة في الخفاء رقم اتنين رقم اتنين ان يكون العلاقة مثلا بينهم وهو مثلا اتنين ولاد خالة او ولاد عام كانوا بيحابوا بعض ما حصلش نصيب هقطع سلة الرحم لا بس برضو بحدود بس راعي الانسان اللي معاي انا اتجوزت خلاص لا انا قلتو ده اول شيء لا مهما قال لي انه مش بيغير هيغير ومهما حصل هيبقى فيه بس في ايدها بقى يعني في ايد الطرف التاني بقى انه هو يتصرف بشياكة ويحترم ويقدر ان زوج زوجي او زوجتي ميدييني الحرية والمساحة دي ما خليوش يغير بقى وعمل حاجات وبعدين بقى مش بعد ما يسيبوا بعدها على طول يعني لسه سيبين بعد من شهر دي هايز ترجع يا فندم دي هايز ترجع حضرتك انا جاي من هناك وبقولك وبعدين الصحبات كتير او البنات يعني هو خلاص ما بقاش فيه صحاب غير هو اللي كان خطيب بحبه يا بابا لسه بحبه يعني انا مش مع اي حاجة طب ننزل نجيب اي حاجة من اي محل يعني بحبه من الاسف